في اليوم الأول ربما للحرب نتنياهو قال للجميع أن هذا أوان الحرب ولا مجال للحديث في السياسة فصمت الجميع واستمر نتنياهو في الحديث في السياسة الداخلية هذا الآن ما توصل إليه بني جانس هو يفهم بأن نتنياهو يدير حملة انتخابية وبالتالي بدأ بني جانس بالحديث أيضا بلغة السياسة في إسرائيل الحديث عن وقف الحرب وصفقة والاستمرار في العملية العسكرية الدخول إلى رفح حتى الحديث عن إقامة دولة فلسطينية بالنسبة لبني جانس هو يفهم بأن هذا فخ من نتنياهو الآن نتنياهو يريد أن يرسم خطا واضحا بين نتنياهو وبين باقي السياسيين في إسرائيل بالنسبة لنتنياهو خوض معركة انتخابية أسهل بكثير إذا كان هناك خط واضح يفصل بين نتنياهو وبين الآخرين نتنياهو يريد الحديث عن أنه هو الذي يريد الاستمرار بالحرب والاستمرار في القتال والانتصار يعني ليس صدفة أن نتنياهو استبدل أهداف الحرب التي كان يتحدث عنها في البداية كان يضع ثلاثة أو أربعة أهداف واستبدلها بالنصر الحاسم لأن هذا هو شعار انتخابات وليس هدفا للجيش الإسرائيلي أيضا بني جانس بدأ يفهم هذا وبالتالي بني جانس يحاول أن يقطع الطريق على نتنياهو بالالتساق بني جانس ما زال مستمرا بالوجود داخل المجلس الحربي عندما قال نتنياهو بأنه يرفض حل الدولتين أو الإملاءات الدولية فيما يتعلق بحل الدولتين قال بني جانس وأنا أيضا وبالتالي بني جانس يصعب الأمور على نتنياهو صحيح أن هذا يضر قليلا ببني جانس بني جانس الآن من ناحية انتخابية هو إن صح القول موقف للأصوات يعني الأصوات الآن لدى جانس لكن يمكن أن تنتقل في حال تغيرت الخارطة السياسية في إسرائيل طبعا كل هذا يؤثر على سير العملية العسكرية والعملية السياسية المتعلقة بالحرب في قطاع غزة يعني كمثال فقط إذا نظرنا إلى قضية الإجراءات الإسرائيلية والقيود على الدخول إلى المسجد الأقصى الشباك والشرطة والجيش والاستخبارات العسكرية كل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تقول بأنه لا يجب فرض قيود مثلا على فلسطيني 48 إلا بني جفير يريد فعل هذا نتنياهو من أجل الحفاظ على الاقتلاف الحكومي قرر أن يؤيد بني جفير وبالتالي في معارضة لكل الأجهزة الأمنية هذا يشكل خطر على إسرائيل مثل هذه القيود تشكل خطر على الأمن يمكن أن تؤدي إلى اشتعال الأمور في القدس وفي الداخل الفلسطيني لكن نعم بالفعل ولكن نتنياهو يفضل الاقتلاف الحكومي وإرضاء بني جفير على أمن إسرائيل وهذا ما يدير كل الكابينت الحربي في الفترة الأخيرة ما هو بطبيعة الحال نتنياهو متورد بتصريحات وزرائه على أي حال ترجمة نانسي قنقر